السلام عليكم معكم دكتور عبد الرحمن نصار النهاردة هنتكلم عن تكوين الاسنان او ايه هي طبقات السنة او الدرس ومراحل تسوس الاسنان في الطبقات هنقسم الدرس او السنة الى 3 طبقات اول طبقة وهي طبقة المينة والطبقة رقم 2 وهي طبقة العاج والطبقة رقم 3 وهي عصب السنة او الدرس دول 3 طبقات ويختلف الام التسوس في كل طبقة عن التانية هنبدأ باول طبقة وهي طبقة المينة يبدأ التسوس فيها زي نقط سودة او خط سود في الدروس الخلفية وطبقة المينة مفيش فيها اي احساس بالالم وطولة ما التسوس موجود في الطبقة المينة هيبقى مفيش اي الام وبكده التسوس فهيزيد وهيبدأ يروح للطبقة رقم 2 وهي طبقة العاج وهنا الاحساس بالالم هيختلف لان طبقة العاج بيبقى فيها احساس بالالم وبيبقى الالم مع الاكل والحلويات والسكريات ويبقى الألم لفترة صغيرة جدا وبيروح أول ما السبب يروح على طول فهنا لو المريض رأى حشة الدرس أو السنة بيسمى حشو عادل في أول طبقتين وهي طبقة المينة وطبقة العاج بعد كده لو التساوس مات عليكش هيتم وصول التساوس للطبقة رقم 3 وهي عصب السنة أو الدرس وهنا الألم هيبقى جديد جدا وعامل صداع وألم لوحده مع الساخن والسائع وبكده عرفنا إيه هي طبقات تكوين السنة أو الدرس ومراحل التساوس الأسناء تنساش تعمل الاشتراك في القناة ولايك للفيديو سمع عليكم